لم يجدوا حلاً يحافظ على عدم ضياع مستقبل أولادهم التعليمي غير التبرع الشخصي لبناء هذه المدرسة أهالي أطراف قضاء الدور قريباً من جبال حمرين شيدوا هذه البناية والتي تفتقر إلى أبسط حقوق التعليم ونحن في عام 2022 تبرع الشخصي من أهل المنطقة ببناء المدرسة المدرسة مبنية من البلوك وسقوف طينية المدرسة دون المسؤول مطلوب نعم نعرف هذا الشيء هذا لكن في محاولة لتعليم أبنائنا وعدم انتشار الأمية وإيصالهم إلى المستويات المطلوبة لأنه عندنا حوالي من 10 إلى 15 طالب عبرتهم المرحلة يعني 13 و14 سنة بسبب الظرف أنه 10 إلى 12 كيلو وبعيد المدارس أقرب مدرسة عليهم فستنفذت كل الحلول أنه نبني هذه الطينية ونجمع هذه الطلاب الموجودة من 40 إلى 45 طالب كادر هذه المدرسة البسيط أدى ما عليه تجاه التلاميذ من تقديم المادة العلمية ولكن وضع البناية مهدد مستمر لهم سيما في موسم الأمطار خوفا من انهيار السقف الطيني عليهم لذا فقد نشد المعنيين شمول هذه البناية بالرعاية الحكومية بترميم سقفها على أقل تقدير بنا تبلوك بس السقف ما لها معرض للانهيار في أي وقت لأنه السقف طيني ونحن نريد نحافظ على مسقف للأطفال نريد نخليهم يتعلمون أقل المطرس صير ما نستطيع نصل للمدرسة خوفا على التلاميذ من انهيار السقف عليهم كون السقف طيني افتتاح هذه المدرسة ونحن في عام 2022 مؤشر على مدى تلك وفساد مشاريع البنى التحتية في المحافظة من صلح الدين في راس الحسن قناة التغير